وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم وستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب وعندي مكالمات تنتظر تفضل يا مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله دكتور أدي سؤالي الحقيقة السؤال الأول عندي مبلغ موجود في البنك صار لسنوات كل سنة أزكي عليه بشكل طبيعي نعم لكن الفترة الأخيرة حجز من قبل الدولة لمدة ثلاث سنوات لغرب معاملة معينة ما يحق لي أتفرر به لمدة السنوات فهل هذه الفترة استمر في دفع الزكاء عليها لأنه لو كان الجواب بالإيجاب حتى ما عندي مبلغ أقدر أدفع به الزكاء فهل يجوز الزكاء ولا لا وطبيعة الحجز أخي مصطفى طبيعي عادي عشان معاملة عادية نعم حجزة الحقيقة في البلد اليانذي فيه هذه الغراضة الجنسية تجنو السنوات ومبلغ معين يوضع في البنك اللي يحجز لمدة ثلاث سنوات أيوة نعم ومضمون إن شاء الله رجوعه نعم مضمون هذا أكيد إن شاء الله يا مصطفى يعني ميحق لي أصرف به نهائيا نعم لهذا ما أقدر حتى أطلع من عند الزكاء طيب السؤال الثاني سؤال الثاني عند الدعاء هل طلب من الله سبحانه وتعالى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يتقاطع مع قوله بيدعوني أستجب لكم يعني كيف طلب يعني من الإنسان يدعو بأيد وعلى الله سبحانه وتعالى بس يرفقها بأنه هو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تعطيني مثال كيف بشفاعة النبي يعني يا ربي رزقني وارحمني ويغفر لي وبشفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم أعمل وضحت الآن أبشر أخي مصطفى مرحب تفضل يا أمم محمد أمم محمد من ليبيا تفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم أخفض التلفزيون يا أختي اخفض صوت التلفزيون كلمين من الهاتف الله يرضى عليك يا شيخ يلا تفضلي السؤال 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 الأول يعني يا شيخ معناها نحب شعر رمضان هلبة هلبة وصيم معناها في الأيام البيض وخميس واثنين لكن عندي نخص حشاك في في صدري ورجيني ما أنا أططيش كالش بالأم مية ناين كيف يعني ما فهمت يا أمم محمد أنت كيف تقول أنت تحبين الصيام وبعدين نحب الصيام لكن قلت لك عندي نخص يا أمم محمد يا أمم محمد ونجيني نخصة في صدري معناها مقترني نشرب بالسيس معناها من أدرش نقاوم مقترني نسل وخايفة في شهر رمضان معناها ديني نخصة هي يا أمم محمد طيب إيش النقصة هذه إيش النقصة إيش معناها النقصة هذه والله مغطة شاكبت فيه يا أمم محمد الله يرضى عليك إذا كلمت إذا فتح الخط معك اخفض التلفزيون على الآخر كل واحد من إخواني و أخواتي إذا فتح الخط اخفض التلفزيون و كلموني من الهاتف لأن الآن أخت محمد راحت عندها أسئلة ما فهمنا منها شيء بهذا السبب فيه تردد في الصوت بين وبينها بارك الله فيكم تفضلي يا مريم السلام عليكم عليكم السلام أحت الله فضلت الشيخة أنا أختي من الزوجة هي الزوجة ثانية لزوجها و زوجها ما يتم عندها أغلب الوقت بس عادي متسامحة يعني راضية بس هي عندها طفل عمر سنة والحين تفكر أنها تأهيل خاطرها الحين تحمل بس الزوج ما يبقى الحين يبقى عقب سنسين فهي قالت أنا بحمل بدون ما يعرف بدون ما يعرف الشهور الثانية هل هي تحس بتأنيب الضمير أنها تسوي كبيرا أن ريالها ما يبقى إلى عقب سنتين يم قالت كبيرا أنها تعرف شوية كبيرة في العمر يعني باقي لها 5 سنة وتخاف الأذين فتخاف أنها بدون ما تحمل الرجل عن المرأة يخطيصها هذا الشيء المخلوق السؤال الثاني أخصوص دعاء و updated على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أول شيء نعظم الله بعدين النبي بعدين الدعاء بعدين الصلاة على النبي بعدين نعظم الله بعدين الصلاة على النبي هل هو الطريقة صحة ولا خلق إن شاء الله سلامه آهل أو سهل طاضلة محمد 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 من أردن فضل يا أخي محمد رحم محمد عليكم السلام أرسال الله بارك الله فيك يا شيخ حياك الأخي محمد سيد الشيخ بارك الله في علمك إن شاء الله يا رب آمين سيد الشيخ عندي ثلاث عسئلة لو تكرمت تفضل تفضل السؤال الأول أتجأس لك هل جائز تقرأ ماذا يا محمد تقرأ ماذا خواتيم سورة البقرة خواتيم سورة البقرة طيب السؤال الأول السؤال الثاني لو تكرمت تفيدنا شو هي الأفكار المفروضة بعد الصناع شو الأفكار المنبرات إن شاء الله السؤال الثالث السؤال الثالث يعني أنا أيام بس هل فجر بتكون طوى طالع الشمس بصير أتوضى وصلي مباطرة ولا أخرى شوية تستيقظ والشمس طالعة أستيقظ والشمس طوى طالعا أتوضى وصلي ولا أخرى شوية طيب يا محمد شكرا شكرا يا شيخ أهلا وسهلا أتفضل يا علي أتفضل يا أم خديجة أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا شيخ لو سمحت عندي سلطة أسلطة أتفضل يا أختي السؤال الأول صيام البيضات ستة مثل شوار هل يوجد بداية بيوم السابت أو لا إن شاء الله تمام هو مش دين يعني شوال طول يعني أنت قصدك شهر شوال الذي بعد رمضان أيوة يعني هو مش دين أجر أي يعني قصدك الآن تقول أريد أن أصوم ستة من شوال لكن أبدأ من يوم السبت أيوة تمام طيب السؤال الثاني السؤال الثاني في المناسبات في الأفراح يعني فيه نساء يقوم بالزغروتة أو هيك إظهار الفرح إن شاء الله هو عادي أو لا إن شاء الله إذا كان يعني حتى الرجال يسمعوها عادي أم لا طيب طيب سؤال الثالث سؤال الثالث زوج خالتي توفى وفي ناس يقربوا لها حضروا معهم الجنازة الدفن وبعد الدفن عقده داروا فرح عقد قيران وهي زعلانة منهم ومع شكلهم وقد عطت العلاقة بهم يعني يعني زعلت منهم وتو هي مترددة حسب تأنيب الضمير مش عارفة حبت أسمع رأيك في الموضوع أقاربها أيش يعني يقربون لها بالضبط نسائب هيك وضنخالها يعني مش إخوانها وخواتها هيا يوم خديجة راحت يلا يلا ما خالف نجاوبها إن شاء الله تفضل يوم عمار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله ينطيك الصحة والعافية آمين في حرمة من جماعتنا عند هيتان ومع فلوس حبهم ومرت على فلوس قم فنة ولا هي عارفة إنها عليها زكاة والحين تبغى تعرف قم النصاب اللي تبلغوا الفلوس قم زكاة فيها وهي في نياس دول سيدي إنها بتخوي برادة للميت حبهم الميتهم يعني أيوة عارفة عليها زكاة ولا لأن النية حبها برادة عليها زكاة إن شاء الله يا معمار السؤال الثاني يعني إنه قلالها إنها تحفر بير في بلاد ما عندهم ما أفضل من البرادة وهي في نياتها يعني تقول إنها لغيرت النية من البرادة للبير يعني يقول شو ولا ما يجوز طبعا من غير الزكاة ها ها من غير مبلغ الزكاة أيوة هو من هذه الفلوس اللي معها هذا اللي يتعمل اللي تربتها الآن بتلقي منها البرادة بس قلالها حفر يبير أحسن من البرادة بس هي كانت نيتها برادة الآن بتغيرها بير طيب واضح 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 عندك سؤال آخر لا الله يفعل أهلا وسهلا معمار أم عبدالله أم عبدالله من عجمان تفضلي أنا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله إسمعك الله يا خليف بقيت أقول لك أمس في رحلة العيادة إيه عندي القدم يعورني رجلي نعم الدكتورة حولتني للعلاج الطبيعي نعم المهم عملوا العلاج الطبيعي بعدما خلصت الدكتورة سوت لي لازق في رجلي محل الوضوء إيه وأنا ماني ما توضيها وقالت لي خليه يومين في رجلي كيف فلاتي أنا يعني نتوضى فوق اللازق يعني كبير اللاصخ يا أم عبدالله ولا صغير في الكعب صغير في الكعب في الكعب في الكعب في الكعبين في اللغزين إن شاء الله أم عبدالله تسمعين بإذن الله مرحب مرحب مرحبا فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا اليوم عندي استفسار ولكن ليس توضيح استفسار من شخص من الجزائر مرحبا الله يبارك فيك إن شاء الله الصخص هذا عنده بيت ولما في البداية شكل البيت جاي منحرف يعني الزاوية أي يعني ليس مربع لكن يعني مثل ما قوله شبه منحرف آهلا فمنذ سنوات البيت هذا بالصدفة الأسبوع الماضي اشترى موبايل ونزل عليه برنامج تحديد القبلة أيوه لما حطه طلعت القبلة منحرفة حسب ما حكالي ربع دائرة ربع دائرة فالحين هو بيسأل أولا هل يتم تأكيد خطوة ثانية مثلا من لجنة الأوقاف يبعث لهم شخص إن أمكن ما بعرف عندهم الخدمة هذه أم لا وثانية ماذا عن صلاتهم السابق طيب أخت فاطمة بالنسبة للنحراف أنت قلت ربع دائرة ربع دائرة يعني هل غير الجهة كاملة أو إلى الجهة قال إلى الجهة أنا سألت وقلت له على الأقل تعطينا بالدرجة مثلا خمس درجات أيوه نعم ربع دائرة قد يكون تسعين درجة زاوية قائمة صحيح فهو قال ربع دائرة ما حدد بالضبط أي مشكلة ربع دائرة لأن أشكل علي أنا كيف ربع دائرة ربع دائرة أخذناها بالدائرة مشكلة فضروري جدا أنا سأجيبك إن شاء الله وبرصري له الكلام هذا بيني الواحد لأحد شكرا شكرا وإياكم مرحبا تفضلي فاطمة فاطمة من ليبيا طيب فاطمة من ليبيا تفضلي راحت طيب أم عبد الله من العين أم عبد الله سلام عليكم عليكم السلام مرحبين مرحبا تفضلي عندي سؤال بعضا ما لأسئلة تفضلي أختي سؤال الأول يعني ما الموسمة مصحف يعني ما للقراءة أي هنا تبع عليه أقرأ بس أحياني خطة يعني ما ينطق هالكلمة يعني عندي ما أعرف أي كيف يعني عندك مصحف القلم القارئ ها جيد القلم القارئ أقرأ منه بس أنا أردد يعني عنده بس أحيانا ما يوضح للكلمة نعم 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 هو سؤال الشيخ يعني من أيام قديمة من زمان يعني هي الحرميان عنده الدورة جيها الدواء يعني الرجال يعني جامعها أكفى من مرة هي يعني أيام زمان شو الحكم يعني في يعني جامعها أثناء الدورة الشهرية أكفى من مرة يعني ما ما يعرفون الحكم والله أيام زمان ما وايد نعرف الحكم كلنا وايد وايد من الزمان ثلاثين سنة أربعين سنة إن شاء الله أم عبد الله أيوة وسؤال أستاذ فضيق الشيخ أنا أكلمتك مرة من كثرة يعني أنا أنا السبب قتل بنتي بنتي توفت سبب يعني تركب عن الشيخ نحونا ناس ونصحنا رجال يعرف فيها هذا الشيء قال لي ما فيه الشيء البنت عضروس ما فيه أي شيء وأنا ما سمعت كلامه ثلث خديت عن شخ أم عبد الله عن رجال يعني ذكريني ذكريني بالسالفة لأني ما ما ناسيها والله أنا كنت عنده بنت عمرها عشرة شهور صغيرة أيوة مريضة كانت عندها اسهال وهمة ونصحوني ناس صارت عند رجال أول شيء شوف العظيمات قالوا عندها رجال نصحني رجال قال لي ما فيها البنت خليت لها أي مكان وأنا ما سمعت كلامي أيوة خليتها عند شخص مرة تاني لمغرب يعني هذا من ثلاثين سنة يا شيخ ويعني من حص يدوح عليها ثمها نشلف وتوفد يعني على أسأل يعني شو الحكم يا شيخ أنا علي طيام أصوم شهرين هذا البنت يعني إن شاء الله أبشر يم عبد الله أبشر تسمعي الجواب أيوة إن شاء الله قبلت الشيخ وثؤالك ثالث يعني أيام زمان بعد نفس الشي يعني كنا في عرض يعني كنت صغيرة حصلت ذهب يعني حصلت هاك الذهب حصلت واحتفظنا فيه لين توفت الحرمة جارتنا سألت عنه وإحنا ما عطينا هيا يعني كنت صغيرة أنا وأمي الله يرحمها ما عطت هيا وتوفت الحرمة وتوفت أمي بنتهم يعني وما يلها غير أحفاد وما عرف عنهم والذهب خوافي باع عنهم وهي كانت الذهب دياهم يعني شو الحكم فيه الذهب أنا ما عرف كيف أطلع يعني أطلع الذهب ما الأول كان رخيصة الحين كان مرتفع الذهب كيف القيمة والحرمة ما عندها عيال ها الحرمة ما عندها عيال الحرمة ما عندها عيال عندها أحفاد وإحفادهم ما عرفهم هين سيكنين هل أنا أعني أعطيه كيف قيمة الذهب إذا أعرف وبعث أتصدق به أو أبحث عن أحفاد يعني الآن يم عبد الله ما تقدرين تصلين لهم أنا ما أقدر أوصل لهم الحين صعب يعني لا أعرف عنهم هين أيوة طي أنا أبقى الشيخ أفضلت الشيخ أفيدني بالشيء أبشري أبر ذمتي يعني بحول الله أبشري يم عبد الله أبشري مرحب 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 ها باقي شي ها تفضلي رناء رناء من العراق يا رناء ها من يلا يلا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله إن بقي وقت فتحنا المجال عندي أسهلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها لكن عندي سؤال من الأخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه يقول فيه زوج اقترض من زوجته ذهب زوج اقترض من زوجته ذهب تقول الزوجة هذه الآن الزوج يريد أن يرجع الذهب نقود فلوس ما يبغى يرجع ذهب تقول ما الحكم أخواني وأخواتي بالنسبة لمن اقترض ذهبا يجب عليه أن يرجع الذهب ولا يرجع النقود يجب عليه أن يرجع ذهبا بالنفس الوزن اللي أخذه ولا يرجع نقود إلا في حالة واحد وإذا كان عند السداد لما أتى قال مثلا اقترض ذهب إلى سنة لما جاء الموعد قال أنا ما عندي ذهب ممكن أعطيك مبلغ يجوز في هذه الحالة يعطيك قيمة الذهب بشرط اللي يزيد عن قيمة يعني الذهب وأيضا يسدد بسعر اليوم لا بسعر الشراء يسدد بسعر اليوم لا بسعر الشراء أما إذا اتفق هو شخص وآخر قال أقرضني ذهب وسأرجع لك نقود هذا حرام ولا يجوز أما إذا قال أقرضني ذهب وسأسددك نفس الذهب ثم لما جاء وقت السداد ما عنده ذهب ما استطاع أو قال لي إيش رايك تسددني نقود أنا ما أبغى الذهب ما في شيء بشرط ألا يكون زيادة على القيمة السابقة ويكون بسعر اليوم أو أقل بارك الله في الجميع علي من ليبيا سأل مجموعة أسئلة أجبت عن بعضها يعني في سؤاله الثاني أو أجبت عن سؤال واحد فقط نعم مسح الجورة بين في سؤاله الثاني يسأل عن لمس الذكر يقول هل ينقض الوضوء إذا كان بحائل وبغير حائل علي بارك الله فيك بالنسبة للمس الذكر باتفاق العلماء على أنه لا ينقض الوضوء إذا كان بحائل ما معنى بحائل بقفاز من وراء الثوب من ورائي مثلا الوزار الإزار ما ينتقض الوضوء الكلام على لمس الذكر مباشرة من دون حائل من دون حائل فيه ثلاثة أقوال القول الأول بأنه ينقض مطلقا بمجرد اللمس فأنه ينتقض الوضوء مطلقا القول الثاني بأنه لا ينقض مطلقا والقول الثالث قالوا بأنه إذا كان اللمس بقصد إيقاظ إحساس الشهوى بقصد الشهوى فأنه ينتقض به الوضوء أما إذا كان لغير ذلك لا إنما لحكة لمعالجة طبيب أو قابلة مثلا قالوا لا ينتقض بهذا الوضوء أنت سألتني عن الحائل بحائل لا ينتقض الوضوء بارك الله فيك علم الليبي يقول فيه امرأة يعني توفيت وعندها ولدين أحد الأولاد توفي في حياتها وعندها أولاد وهي توفيت بعد ذلك هل أولاده يرثونها الجواب أخي الفاضل لا يرثونها في قول جماهير أهل العلم لا يرثونها في قول جماهيرها أهل العلم وإنما لهم الوصية الجائزة لهم الوصية الجائزة وهي الثلث فيه هناك قول لبعض العلماء أخذت به كثير من المحاكم في بعض الدول الإسلامية على أن هذه الوصية تكون واجبة ولذلك من مات له ولد في حياته ولديه أولاد ثم مات الجد أو ماتت الجدة فإنهم يأخذونها بحدود الثلث هذه تسمى الوصية الواجبة ومعمول فيها في كثير من المحاكم وجماهير أهل العلم على أنه لهم الوصية الجائزة إن أراد المورث بارك الله فيك سيف من عجمان يقول أنا مسلف ناس أربعين ألف درهم يعطوني كل شهر خمسة ألاف درهم هل عليها زكاة؟ سيف بارك الله فيك عندنا الدين على نوعين الدين عند إنسان مليء معترف موسر ويسدد فإن هذا فيه الزكاة وجوباً بمعنى أنه كل سنة تزكي المبلغ كامل هذا الأربعين ألف ما تزكي الخمسة ألاف تزكي الأربعين ألف بارك الله فيك سنوياً ما دام أنها عند شخص يعني هذا المال مضمون كأنه في حكم المقبوض كأنك حاطه في حسابك في المصرف في نوع من الدين يسيف لا عند إنسان مماطل أو جاحد أو معسر أو يقول لك أنا ما عندي لك شيء هذا ما تزكي حتى تقبضه فإذا قبضت تزكيت عن سنة واحدة وبعض العلماء يقول تستقبل به سنة جديدة تستقبل به سنة جديدة اللي يظهر يا سيف أن اللي عطيتها القرض أربعين ألف هذا رجال موفي بدليل أنه يسددك شهرياً خمسة ألاف ولذلك تزكي هذا المبلغ في نهاية كل سنة بارك الله فيك سيف يسأل عن قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح يقول نقولها في كل الصلاة سيف بارك الله فيك نعم في كل الصلاة سواء كانت صلاة فرض أو سنة أو فرض كفاية يعني جميع الصلوات صلوات الخمس صلات الجمعة صلات العيدين صلات الاستسقاء صلات الكسوف والخسوف عندك صلات النافلة كلها المطلق والمقيد عندك صلوات السنن الرواتب كلها تقول سبوح قدوس طيب مكانها وين في الركوع والسجود في الركوع والسجود إذا ركعت تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وإذا سجد تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح طيب ما حكمها سنة مستحبة يعني إذا ما قلت ما عليك شيء صلاتك صحيحة ولله الحمد لكن هذا هذا الذكر من أعظم يعني ما هذا من الذكر العظيم الذي فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى يوسف من أم القوين يقول بأنه يغسل كلا يقول يوم الغسيل يتعب ويوم طبعا يعني اللي لا يغسل فيه لا يتعب يقول يعني بالنسبة للصيام كيف يوسف أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفار ورفع الدرج وأبشر بخير فأنت ممن يحبهم الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتله والأمراض من أعظم الابتلاءات ولذلك المسلم ينبغي له أن يصبر ويحتسب وأن يستشعر هذه المعاني فالله عز وجل يريد أحيانا بعبده خيرا فيبتلي حتى يرفع درجة عنده سبحانه وتعالى الأمر الثاني أخويا الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لي غسيل الكلا أي إنسان يغسل الكلا في رمضان يفطر لأن خروج الدم ودخوله عن طريق الوريد وعن طريق الآلة ومضاف إليه بعض المواد وبعض الأدوية هذا يجعل الجسم يدخله شيء من الغذاء ولذلك أخويا الفاضل أنت أصلا تفطر ابتداء وإذا جاء وقت غسيل الكلا تفطر تأكل وتشرب أو يعني بعد ما تنتهي من الغسيل تأكل وتشرب طبيعي وبعدين تقضي بعد رمضان بارك الله فيك وكتب الله أجرك خميس من عمان بارك الله فيك يقول عندي مبلغ من الزكاة ممكن أعطيه أخوي أعطي أخوي المبلغ كامل عندي أخ ما يشتغل وعندي أخ ثاني أيضا يعني حالة تعبانة خميس من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك أخوي الفاضل بالنسبة للزكاة تعطى لمن ذكرهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ولذلك الزكاة يا إخواني ويا أخواتي يجب على الإنسان أن لا يحابي بها قريبا ولا صديقا ولا يجر إلى نفسه نفع لأن الله عز وجل أمرنا بها وهذا حق الله جل وعلا ولذلك هذه الزكاة هي مما فرضه الله علينا ويجب أن نضعها في أماكنها التي بيّنها الله للفقراء للمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وفي بعض الأصناف كل واحد يقدر أن يعطيهم في أصناف لا هذه متعلقة بولي الأمر واضح الأمر الثاني ما عندنا نص على أنه والله نعطي فلان ابن فلان أو اللي من القبيلة الفلانية أو اللي من العائلة الفلانية أو لا الله عز وجل ذكر أوصاف للفقراء الفقير المعدم اللي ما يجد شيء للمساكين اللي يجد بعض كفايته ما عنده كفاية يجي آخر الشهر مديون أو يجي آخر الشهر مفلس ما عنده شيء عندك الغارمين شخص اقترض بحق وليس بباطل وما استطاع السداد وما عنده قدر على السداد هذا يعطى من الزكاة أمر آخر أفضل ناس تعطيه أفضل ناس توصل لهم الزكاة هم أقرباءك أخوانك وخواتك هذا الأولى الناس بالزكاة ولذلك القاعدة في الشريعة اجعلها في الأقربين اجعلها في الأقربين هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي ولذلك على كل إنسان أن يتلمس أقاربه وأرحامه يشوف الفقير منهم يعطيه من زكاة ما يروح للبعيد أولى الناس بزكاةك الأقربين اجعلها في الأقربين هذا الذي فإذا كان أخوك الأول وأخوك الثاني فعلا فقراء محتاجين مساكين هذول يا أخوي أخوي خميس هذول أولى من غيرهم أولى من غيرهم هذا فيما يتعلق بالزكاة أما الصدق فبابها واسع الصدق يجوز تتصدق على غني مليونير يجوز تتصدق على غني مليونير أولك الأجر يجوز أن تتصدق على غير المسلم أولك الأجر والثوام يجوز أن تتصدق حتى على الحيوانات وعلى الطيور مثلا هذا كل صدقة باب الصدقة واسع يجوز أن تتصدق على العصات والمذنبين بشرط أن تعلم بأنه ما يستعمل هذا المال في معصية الله وإنما يأكل ويشرب ويطعم أولاده وزوجته باب الصدقة أما الزكاة لا فانتبه لهذا بارك الله فيك يا خميس ويا إخواني ويا أخواتي نعيمة من إيطاليا تقول كنت في زمن المراهقة طائشة وصغيرة أفطرت في رمضان شربت ماء وكذا لما كبرت طبعا تعلمت وعرفت وندمت تصوم الحمد لله تقول أصوم رمضان وستة من شوال والإثنين والخميس وكذا ومسكينة مع نعيمة يعني ناقلة هم نعيمة بارك الله فيك أبشري أبشري بخير بارك الله فيك أنت على خير إن شاء الله لست الوحيدة في هذا العالم اللي يتجرع على الصيام خاصة في فترة المراهقة كثير من البنات وكثير من الأبناء يعني يصير عندهم شيء من هذا التساهل وأنت ولله الحمد على خير أنت اللهم بارك الآن كبيرة في السن تصومين رمضان وتصومين ستة من شوال والإثنين والخميس والأيام البيض وعرفة وعاشورة كل هذا خير لك لكن أهم شيء أنك تقضين هذه الأيام القضاء لا بد من نية بمعنى تأتين قصدا عازمة على الصيام اللي أفطرتيه عامدة متعمدة في الزمان السالف وفي الماضي زين فتتسحرين من الليل وتنوين بأنك هذا اليوم خضاء لما أفطرتيه عامدة متعمدة في السابق وأبشر بخير رب ذنب أدخل صاحبه الجنة لاحظي رب ذنب أدخل صاحبه قالوا كيف يقول لي يعني بعض السلف قالوا له كيف قال الإنسان يدرب ذنب فيصبح هذا الذنب بين عينه دائما تذكر ويعمل صالحا ويترقى في مدارج كمال الطاعة ولذلك يدخله الله الجنة والسبب اللي حركه هو هذا الذنب الذي وقع فيه ورب طاعة أدخلت صاحبها النار قالوا كيف يعني رجل يعمل طاعة مثلا عبادا ثم يمن بها على الله يدلي بها على الله يرائي بها يقول أنا فعلت وأنا أفعل فهذا يحبط عمله ويكون العياد بالله من أهل النار نسأل الله العافية أبشر بخير أنت على خير بارك الله فيك لكن بقي عليك نية قضاء هذه الأيام اللي أفطرتها كم أفطرت يا نعيمة يومين ولا ثلاثة خليها ثلاثة ثلاثة ولا أربعة خليها أربعة بارك الله فيك أسماء من عزمان تقول بالأمس هل يجوز أن أبعث كفارة الصيام إلى خارج الدولة تقول هناك أناس يعني خارج الدولة نرسلهم دائما وكذا هل يجوز الجواب نعم يا أسماء إذا اعتقدت أو غلب على ظنك بأن الموجودين في البلد الآن في كفاية لأن الجمعيات الخيرية ولله الحمد كثيرة وترعاهم وكذا وما عندك فقرة يعني حولك تقولين في أناس خارج الدولة أحوج وأفقر وأكثر حاجة ما في بأس بارك الله فيك ورضي عنك توكلين أحد هناك يطعم على هؤلاء يطعم على هؤلاء المساكن عند الأيام اللي مطلوبة منك الإطعام عنها في رمضان مصطفى من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول لي عندي مبلغ موجود في المصرف يقول أزكي عليه باستمرار الآن حجزة من قبل الدولة اللي موجود فيها الحساب يقول لا يحق لي أن أتصرف فيها في هذا الحساب حتى تنتهي السنوات الثلاث هذه تقريبا لأن مطلوب مني أن المبلغ هذا يحجز عليه هل أزكي؟ أخوي مصطفى بارك الله فيك اللي فهمت من سؤالك أنك أنت أقدمت على بلد معين طلب منفع ومصلحة لك قالوا لك حط مبلغ هذا المبلغ يحجز لمدة سنتين ثلاثة أربعة ما تستطيع أن تتصرف فيه ثم بعد ذلك يرجع إليك وأنت في سؤالك يعني بينت لي بأن هذا المبلغ مضمون الرجوع بإذن الله إذن يجب عليك أن تزكي كل سنة بارك الله فيك ورضي عنك لماذا؟ لأن هذا المبلغ ليس في حكم المفقود بل هو في حكم الموجود وإلا أنك ممنوع من التصرف فيه وكثير من الناس عندها الآن حسابات في البنك ما يتصرف فيها مجمدها فهذا مثل هذا ولذلك يجب فيه الزكاة تقول لي والله أنا ما عندي قدرة ما عندي سيولة على العموم هي في ذمتك كل سنة ذمتك تشغل بهذا المبلغ فأي مبلغ يأتيك تخرج زكاة فإذا نقص تكمل بعد ذلك إذا استلمت المبلغ وإذا كان عندك استطاع لأنك تبيع شيء حتى تسدد الزكاة ما في بأس ما في بأس في مثل هذه الحالة ويكون أفضل تقول له الله أنا ما أريد ولا أريد أن أدخل فيه قروض تنتظر بارك الله ذيك حتى تتمكن من رفع اليد عن الحساب عن المبلغ هذا ويحق لك التصرف فيه بعد ذلك تزكي ما عليك مصطفى يقول عند الدعاء من الله عز وجل لما أطلب من الله شيء أقول بشفاعة رسول الله وهل هذا يتعارض مع قولي تعالى وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أخي مصطفى بارك الله فيك طبعا بالنسبة للدعاء عباد قال صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العباد أو أن الدعاء هو العباد وربنا جل وعلا قال وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَيَقُولُ جل وعلا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ وَالدعاء حتى يكون مقبول لا بد فيه من شرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الدعاء لله لا يشرك الإنسان فيه أحدا مع الله وإنما يدعو الله لاحظ الآية الكريمة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي ما قال فَقُلْ إِنِّي بمعنى أن الدعاء لا يحتاج إلى واسطة لا يحتاج إلى واسطة لاحظ بقية أسئلة القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل يسألونك عن المحيض قل يسألونك ماذا ينفقون قل يسألونك عن الأهل قل لما جى السؤال عن الله و إذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قال فقل و الثاني المتابع للنبي عليه الصلاة و السلام الذي علمنا كيف ندعو و لذلك من جملة ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي هذا ما يستجاب له الثاني أن يدعو بإثم الثالث أن يدعو بقطيعة رحم و أيضا أن يتوسل إلى الله بغير ما شرع الله عز و جل أن يتوسل إلى الله بغير ما شرع الله عز و جل فلا يجوز للإنسان أن يقول الله من يسألك بجاه نبيك أو بجاه أبي بكر و عمر و عثمان و علي أو بجاه أبو حنيف و مالك و الشافع و أحمد هذا لا يجوز لماذا لأن الله ما شرعه و ما بينه النبي عليه الصلاة و السلام كذلك الدعاء بشفاعة النبي يقول الله من يأسألك يا ربي كذا بشفاعة رسول الله هذا أيضا ما ورد و ما ثبت و لو كان مشروعا لعلمنا إياها النبي عليه الصلاة و السلام و لفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم و أرضاهم لكن يجوز لك أن تقول اللهم بحبي لنبيك استجب لي كذا هذا يسمى التوسل إلى الله بالأعمال الصالح اللهم بحبي لك بحبي لنبيك جاهز و لذلك عندنا قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا غار فسقطت صخرة فسدت فوهة الغار فمنهم من سأل الله سأل كلهم سألوا الله بصالح العمل هذا يقول كذا و هذا يقول كذا الثلاثة معروف فالمقصود بأنك قولك اللهم أني أسأل يا ربي كذا بشفاعة نبيك لا لأن الشفاعة ستكون يوم القيامة ستكون يوم القيامة و النبي عليه الصلاة و السلام بإجماع أهل الإسلام أنه مات الموتة التي يذيقها الله كل آدمي مات الموتة الطبيعية التي يموتها كل آدمي و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام لا يجوز لنا الآن أن نستشفع به يعني في حياته نطلب منه أن يدعو لنا بعد وفاته لا يجوز و لذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم في عام الرمادة في عام عمره بالخطاب لما أصيب أهل المدينة بمجاعة ما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم و قال يا رسول إشفع لنا أو اللهم بشفاعة نبيك ما قالوا هذا جاء عمر فطلب من العباس لأن العباس كان مستجاب الدعوة و قدمه للصلاة قال صلي بنا و ادعو فإن العباس كان مستجاب الدعوة ما ذهبوا إلى قبر النبي و لا قالوا يا ربي شفاعة النبي فتنبأ لهذا بارك الله فيك طبعا أمو محمد من ليبيا أعتذر منها لأن سؤاله كان حقيقة ما كان واضح أعتذر منك يا أمو محمد من ليبيا حاول حاول أن تتصل من جديد بارك الله فيك و ترى عين التوجيه اللي ذكرت لك من خلال مسألة خفض الصوت و الانتباء إلى الاتصال مريم من أبوظبي تقول أختها متزوجة و هي الزوجة الثانية تقول يعني زوجها قليل ما يأتيها لكن عندها طفل واحد و حاب طفل ثاني زوجها قالها لا ما تحملين إلا بعد سنتين ثلاثة تقول الآن ناوية إنها تحمل لأنها على مشارف الأربعين هل لو حملت من دون إذن زوجها يعني لها ذلك أم ماذا مريم بارك الله فيك طبعا بالنسبة للحمل حق للزوجين لا يسقط بإسقاط الآخر يعني لو جاء الزوج قال أنا ما أبغاك تحملين و هي تبغى الحمل ما يحق له لو قال الزوج احمله و هي تقول أنا ما أحمل ما يحق له إلا لوجود سبب السبب هذا أن هذه الزوجة منعها الأطباء من الحمل قالوا الحمل يهدد حياتك الزوجة تقول والله أنا يعني جبت ولد من قريب ما عندي قدرة أنني أرب اثنين على بعض خليني يعطني سنتين ثلاثة حتى يعني أرب الأول وأعتني فيه أنا عندي أمراض عندي هذا حق لها أما قضية هكذا من دون سبب لا ولذلك أخت الفاضلة وصي أختك بأنها تقنع زوجها ولا تفعل هذا من وراء زوجها لأن هذا سيسبب إشكالات و فقد ثقة الزوج بها و ربما والعياذ بالله يرتكب الزوج حماقة أو شيء خاصة وأنت ذكرت بأن الوضع غير طبيعي بينهما ما يأتيها باستمرار و كذا فقولي لها لا تفعل إلا بعد أن ترضي زوجها تقنع زوجها تقول أنا على مشارف الأربعين و من حقي و حاول تقنعه و يقتنع إن شاء الله مريم من أبوظبي تقول يعني بالنسبة للدعاء تقول الدعاء يعني في البداية تعظيم الله ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء ثم بعد ذلك أرجع إلى تعظيم الله و إلى الصلاة على النبي هل هذا مشروع؟ نعم مشروع ما في بأس أولا أخت الفاضلة بالنسبة للدعاء ينبغي لكل داعي أن يستفتح دعاءه بتعظيم الله و تقديسه و تمجيده و الثناء عليه بما هو أهله سبحانه و تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ثم بعد ذلك يدعو و لو أكثر من الصلاة على النبي و سط الدعاء و آخر الدعاء فهذه مرتبة ممتازة مرتبة جيدة و لذلك أهل العلم يقولون بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة و سلم في الدعاء على ثلاثة مراتب المرتبة العليا الصلاة عليه في أول الدعاء و أوسط الدعاء و آخر الدعاء أول الدعاء يعني بعد الثناء على الله المرتبة الثانية الصلاة عليه في أول الدعاء و آخر الدعاء المرتبة الثالثة الصلاة عليه في أول الدعاء محمد بن الأردن بارك الله فيه يقول هل يجوز أنني أقرأ خواتيم سورة البقرة بعد كل صلاة محمد بارك الله فيك و رضي الله عنك و زادك الله حرصا بالنسبة لخواتيم سورة البقرة و اضفها النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الليل و قال من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتا أما توظيفها بعد كل صلاة يحتاج إلى دليل ولذلك لا يجوز مثل هذا الفعل أن تأتي فتقرأ بعد كل صلاة خواتيم سورة البقرة لماذا لأن هذا عند أهل العلم يسمى بالبدعة الإضافية أو البدعة الوصفية أنت أتيت إلى عبادة مشروعة في الأصل و وظفها النبي عليه الصلاة و السلام في زمان معين فخالفت النبي عليه الصلاة و السلام و وظفتها بعد الصلوات الخمس كأنك و لسان حالك يقول هذه غابت عن النبي عليه الصلاة و السلام فاتت على النبي عليه الصلاة و السلام انتبه يا محمد أنت رجل صالح انتبه تفعل شيء من باب الذوق و الرأي و الاستحسان و الهوى لا 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 لابد النبي عليه الصلاة و السلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله سلم أو ما بعده ما ذكروا بأنه كان يأتي بخواتيم سورة البقرة بعد الصلوات الخمس محمد يسأل يقول ما هي الأذكار التي بعد الصلاة محمد بارك الله فيك بالنسبة للمصلي إذا انتهى من إحدى الصلوات الخمس طبعا إذا انتهى من الصلوات الخمس يعني الصلوات الخمس هذه التي بعدها أذكار أما السنن الراتبة و السنن المطلقة هذه ما بعدها أذكار الصلوات الخمس إذا انتهى سلم الإنسان من أي صلاة من الصلوات الخمس يقول مباشرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بعض الناس يقول تباركت وتعاليت غلط ما في وتعاليت لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يبدأ يعظم الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا يعظم الله ويكرر ثم بعد ذلك يسبح ثلاثا وثلاثين يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يحمد الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم يكبر الله ثلاثا و ثلاثين يعني الله أكبر الله ثم يقول تماما المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس عندنا زيادة يا محمد في صلاة المغرب و صلاة الفجر في صلاة المغرب و صلاة الفجر يهلل عشر مرات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير عشر مرات بعد المغرب يعني بعد ما يستغفر الله ينتهي من الاستغفال ثم يقول عشر مرات و بعد الفجر أيضا مباشرة يقول هذا هذه التهليلات العشر بارك الله فيك طيب تفضلوا تفضل يا خالد خالد من أسبانيا تفضل ها راح خالد تفضل يا منال هلو السلام عليكم شيخ عليكم السلام و رحمة الله أحبك في الله يا شيخ كتير كتير الله يحفظك أختي منال شيخ بعد إذنك عندي سؤالين ايه تفضل أول واحد أنا إدي أخت بسوريا هي مطلقة عندها بنتين نعم زوجة ما بيسأل عليها ولا أنه حتى بالمصروف ونحن الوضع بسوريا كتير صعب أنا عندي أخوي بأوروبا يعني طلعوا من وقت اللجوء أخواتي بأوروبا حابين أنه هي تطلع لعندون فأنه طلبت موافقته مشان خروج البنات ما رضي يعطي الورقة اللازمة لخروج البنات هل فيه إثم عليها إذا أخدتهم من دون علمه أنه من دون هي حاولت بكل السبل أنه تاخد موافقته لحتى أنه تطلع هي والبنات لأنه الوضع بسوريا كتير كتير متعب ومتعها بالجميع يعني ما فيه غير هي والبنات فقط بسوريا طيب يرطي فأنه هل فيه إثم تؤسم عليه إذا يعني إحنا إحنا حاولنا أنه نطلع هي والبنات طيب أبشر يا اختي منا السؤالي بتاني يا شيخ أها تفضل بدي أك تدعي لي بالزرية الصالحة يا شيخ الله يرزق تدري الصالحة بدي أسألك أنه أنا مثلا بقيم الليل الحمد لله الفضل لله ما كنت أول ملتزمة فيها بس هلا صلي تقريبا سينة وشوي ملتزمة بالقيام ما شاء الله أه شيخ أنا بفيق تقريبا قبل الفجر بشي تقريبا ساعة إلا ساعة وشوي بس هل فيه هل يعني عادي أني أنا مثلا كون مقسمي هذا الوقت اللي أنا بفيق فيه إنه نص وسبح فيه وبكافة الإذكار اللي أنا أنه يعني نحن متعلمين أو والقسم الآخر أني أنا أقرأ قرآن لوقت أدان الفجر هل فيه ولا أنه كله أنا لأنه دائما بزهني أنه وبالأسحار يستغفرون أنه نستغفر بالقيام فقط لغير سؤالك واضح أبشري نعم يا شيخ بس فقط لغير هذا اللي بديك أهلا وسهلا برحة شكرا كثير لأي لك يا شيخ يا عبد الله يا عبد الله من السعودية عبد الله راحت فضل يوم أيمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو اتكرمت عندي سؤال في حالة نسيان جمدة الحقيقة أنا عادة بلبس شراب في البيت وبغيره بعد يعني على صلاة العيشة عندنا العيشة في التوقيت الصيفي تمانية ونص مساء فالحقيقة حصلت لحالة تعب جمدة جدا مبارح ونمت قبل العيشة ما تدن بمسافة وبعدين قلقت كان انتقد وضوئي قبل ما نام فقمت بالليل بعد منتصف الليل وحضرت نفسي أن أنا أصلي العليا بالسنة والويتر كل جت بعد قبل الفجر ما يدن بحوالي ساعة قلت أحاول أصلي يعني ركعتين للوك فالحقيقة تذكرت أني ما كنتش على وضوء والشراب ما زلت لبساه فالحقيقة روحت أعدت الصلاة ثاني فأنا مش عارفة دود يعني دانا عملته دا صح ولا مستحق أنا أنا أغير الشراب دائما حوالي تمانية ونص بالليل أو تسعة بالليل وأنا نمت قبل المعدة وكان انتقد وضوء فأنا صليت العيشة بعد منتصف الليل يعني فأعتبرت طبعا الشراب مش لابسه على وضوء كيف مش لابسه على وضوء أنت لما توضأتي ولبست الجورب خلعتيه بعد ذلك أنا ما قلعتش الشراب خالص من اليوم اللي قبله يعني هو مبارح عندنا كان الأحد أنا لبسته يوم السبت أيوة أنا مسامح حضرتك أنا مسامح حضرتك طيب أنا أسمعك اتفضلي أنا لبست الشراب يوم السبت حوالي تمانية ونص مساء أو تسعة مساء طيب على وضوء ومتى مسحت عليه أول مرة أول مرة يعني في حدود تمانية ونص مساء أو تسعة مساء مسحت عليه نعم دا أول وضوء دا أول يعني دا الوضوء دا الوضوء ونلبس الشراب عليه بعدين مسحت عليه في الفجر الفجر نعم مسحت عليه في الفجر اللي هو يعتبر صباحية الأحد طيب فأنا فضلت لبساه يوم الأحد كله وبعدين نمت قبل صلاة العيشة فبالتالي ما أغيرت يعني لم أخلع الشراب عشان أتودأ عليه على نظافة لصلاة العيشة بس أنت تمام أدركت كده حوالي بعد منتصف الليل يعني على ساعة واحدة باللاتنين بالليل أن أنا صليت العيشة متأخر قوي عشان كنت نعيمة ومسحت على الشراب بالوضوء اللي هو بيوم السبت بالليل فأضطرت عيد الصلاة يعني عيدت الصلاة تاني فالوضع موجود كده أن أنا عيدت الصلاة إن شاء الله يا مهيمة تسمعين الجواب بحول الله شكرا جزيلا من؟ طيب طيب عندي الأخت لا باقي محمد محمد من أردن بارك الله فيه سأل السؤال الأخير يقول يقول إذا استيقظ الإنسان والشمس الآن طلعت وأشرقت يقول ينتظر قليل وليصلي مباشرة محمد بارك الله فيك من استيقظ وقد طلعت الشمس فاته الوقت وقت الأداء الآن يصلي قضاء والمشروع في حق أن ينتظر قليلا حتى يذهب وقت النهي الشديد ذلك أن من أشد أوقات النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائمة ظهيرة اللي هو قبل الزوال يعني هو فترة ما قبل الزوال اليسيرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها وأنها تطلع وتغرب بين قرنين شيطان ولذلك ما دام أن الوقت قد فاته الأداء ينتظر عشر دقائق يتوضأ وتجهز ثم يصلي الفجر بارك الله فيك أم خديجة من ليبيا تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصوم ست من شوال هل يجوز له أن يبدأ بالسبت الجواب نعم نعم يا خديجة بارك الله فيك يجوز للإنسان أن يبدأ صيام ست من شوال من يوم السبت يجوز للإنسان أن يصوم عرفة إذا وافق يوم السبت يجوز للإنسان أن يصوم عاشورا إذا وافق يوم السبت ولله الحمد والمن ولله الحمد والمن فإذا أنت أحببت أن تصوم ست من شوال وتبدأين من يوم السبت لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن أم خديجة تسأل تقول في مناسبات الأفراح عندنا بعض النساء يستعملنا الزغاريد يزغردنا ما حكم ذلك و ما حكم إذا سمع الرجال الزغاريد أم خديجة بارك الله فيك صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف ولذلك النكاح الزواج هذا فرح فالنساء يضربنا بالدف و ينشدنا و قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم خديئة عائشة و قد عادت من زواج من بعض بيوتات الأنصار فقال أخبرته فقال ماذا قلتم قالت ما قلنا شيء قال هل لا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم و لو لا الحبة السمرى ما سمنت عذاريكم فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الناس أن يظهروا الفرح في الزواج و السرور و يضربون عليه بالدف بالنسبة للنساء و لا بأس فيما يظهر لي الزغردة هذه هذا نوع من أنواع الفرح في محيط النساء بشرط أن لا يسمعنا الرجال بشرط أن لا يسمعنا الرجال أما إذا سمع الرجال من دون قصد للاستماع لا حرج لكن يكون بينهن هذا الذي يظهر لي في من العلماء من كره ذلك و منع ذلك ما أدري أنا لا أرى له وجه هذا من جملة الأشياء التي مثل ما ينشدنا يقولنا هذه أو يطلقنا مثل هذه الزغريد فيما بينهن دلالة على الفرح و كذا يظهر لي ما في شيء و لله الحمد و المن أم خديجة تقول يعني زوج خالتي توفي و تقول يعني دفن و كذا تقول حضر بعض الأقارب لا حضروا العزى و الدفن و كذا لكن تقول مباشرة بعد ذلك عقدوا القرام بعد الزواج تقول بأن خالتي زعلت سألتها طبعا من هم هؤلاء أخوانا أخواتا قالت لا نسايبنا أو شيء من هذا القبيل أم خديجة بارك الله فيك أولا بالنسبة لمسألة الحداد هذه على المرأة على زوجة المتوفى على زوجة المتوفى و أيضا يجوز لقريبات المتوفى أن يعني يحد يعني يستعملنا أمور الحداد بحدود ثلاثة أيام و ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على مية فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرة و لذلك الزوجة تحد أربعة أشهر و عشرة أيام تمتنع عن خمسة أشياء لبس الذهب و الطيب لبس الثياب الجميلة الكهر في العين و الخروج ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة بالنسبة لأم المتوفى أمة أخت المتوفى بنت المتوفى خالتة عمتة هؤلاء ممكن أن يجلسنا الحداد لكن ثلاث أيام فقط لا يجوز لامرأة و لا يحل لها أنها تمتنع عن ما أباح الله عز وجل بعد ثلاثة أيام إذا كانت ليست زوجة لهذا المتوفى و أضح بارك الله فيك و لذلك من الأخطاء اللي يمارسها بعض النساء مثلا إمرأة توفي أخوها تروح تحد أكثر من ما تحد الزوجة و تحرم زوجها من حقه و تتسبب في أن يخيم على البيت الحزن الدائم و الهم المستمر و هذا غلط ديننا دين جميل ديننا دين و لله الحمد لا يجعل الإنسان يقف عند نقطة و إنما يستشرف المستقبل و يحزن الحزن المؤقت اللي و لله الحمد يعني و من فضل الله أن الله عز وجل يرزق الإنسان النسيان ينسى و لذلك يمارس حياته بشكل طبيعي فخالتك بارك الله فيها ليس لها الحق أن تزعل يعني إذا كان والله هؤلاء الأنسابكم مثلا حددوا موعد لعقد القران و هذا الموعد يعني أرسلوا الدعوات و أخذوا الموافقة من المأذون و الشهود و تهيئوا لهذا ثم حصل وفاة و حضروا الدفن و عزوكم و كذا بأي حق خالتك تزعل تقول لا كيف تعقدون القران بأي حق ما لا حق لأن هؤلاء ليس واجبا عليهم الحداد و قد شاركوكم العزة شاركوكم العزة يعني أتوا وسلوكم وسلوا خالتك و يعني دعوا للميت و دعوا للحي يكفي هذا قضية والله أني أجعل يجب على جميع من حولي يحزن بحزن غير صحيح الكلام هذا يعني بعض الناس الآن لو من جماعته ما هو من أقاربه من جماعته عنده موعد زواج بعد أسبوع من وفاة الميت هذا الموعد من سنة كاملة مستأجر صالة و عاز من الناس و متذق مع المطبخ و المطعم و موزع دعوات بأي حق يقال له والله لازم تلغي الزواج الرجل يحد كما تحد المرأة و المرأة هذه من جماعتكم بعيدة بأي ذنب الآن نجعلها غصب تشاركنا في الحزن فقولي لخالتك لا ليس لها الحق و لا يدخل عليها الشيطان من هذا المدخل و يسبب لها قطيعة مع أنسابها و مع أقاربها هذا قدر الله و الحمد لله شاركوكم و ما فعلوه ما عندنا شيء في الشريعة يمنع هذا ما عندنا في الشريعة صحيح والله لو أنه والله ما أصرا كان عندهم شيء و فجأة بعد أثناء الوفاة قالوا خلاص غدا ما أصرا ما خططوا لهذا ممكن نلومهم نقول صبروا شوي لكن الناس مرتبين و مجهزين و مهيئين غير صحيح أني أزعل عليهم ولا أقاطعهم أم عمار بن اليمن تقول في حرمة من جماعتنا عندها أيتام و عندها فلوس لهم تقول يعني هل تزكي يعني مر كم سنة ما زكت و تريد أن تضع برادة ماء و بعدين غيرت النية إلى حفر بئر و شيء من هذا القبيل أم عمار بارك الله فيك هذه الحرمة قولي لها بأنها ولية على مال هؤلاء الأيتام و يجب عليها أن تصلح في هذا المال و أول الإصلاح في هذا المال أن تشغله في يعني النشاطات التجارية المباحة أو تضع تعطي قسم منه جزء منه لشخص تثق فيه من أقاربها و يشغل حتى لا تأكل الزكاة هذا المال أمر الثاني يجب عليها أن تؤدي الزكاة فإن الزكاة واجب على كل مسلم حر حتى لو كان مجنونا أو صبيا يجب أن تخرج الزكاة سنويا الأمر الثالث لا يجوز شراء البراد و لا حفر البئر من الزكاة في قول جماهير أهل العلم أما إذا كانت تقول أنا أريد صدقة طيب من وين من حصتها و لا من حصة الأيتام إذا قلت لي لا بتطلع من حصة الأيتام أو من المال الموجود للميت نقول غلط ما لا حق في ذلك هذا مال أمين عليه ما تتصرف فيه لميت تقول لا من حسابي أنا من نصيبي أنا طيب الله يقويها و يعطيها العافية و حفر البئر أفضل من البراد لأن البئر يبقى وهذه صدقة جارية صدقة جارية نبهي على هذا بارك الله فيك أم عبد الله من عجمان بارك الله فيها تقول يعني أمس رحت للعيادة عندي ألم في القدم علاج ضبيعي تقول وضعوا لي لاصق على الكعبين صغير جدا تقول أنا ما كنت متوضع ماذا أعمل أم عبد الله شفاك الله و عافاك المسألة سهلة جدا تتوضعين و إذا جيت عند المكان اللاصق الذي عند الكعب أو عند العقب تمسحين عليه مسح بارك الله فيك هذه اللواسق الطبية تمسحين على ظاهرة ما دام أنك ممنوعة من خلعها قالوا لك ممنوع مدة أسبوع خلاص ابقيها لأنه ممكن هذه اللاصق فيه مادة علاجية للعظام فابقيها و امسح بالماء خذي ماء بعد ما تغسرين رجلك طبعا إلا المنطقة هذه و تمسحين مسح عادي بارك الله فيك فاطمة من عجمان بارك الله فيها طبعا ذكرت بأن شخص يعني أو ناس عندهم بيت على شكل منحرف من حيث الزوايا تقول اشتروا محمول و حملوا فيه التطبيق القبلة و تبين بأن القبلة فيها انحراف طبعا ذكرت يعني مسألة ربع الدائرة و أنا ناقشت الأخت فاطمة لا بد أن نفهم ما معنى ربع الدائرة لكن عموما أخت فاطمة الآن عندنا الجهات أربع الجهات أربع يعني أمام و خلف و يمين و شمال باختصار الوقت أدركني الانحراف إذا كان في نفس الجهة يعني الآن مثلا أفترض القبلة أمامي لكن الانحراف كان هكذا و أنا في هذه المنطقة مثلا أو هكذا ما في بأس يعني بالنسبة للدرجة أحيانا تصل إلى خمسة عشر درجة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق و المغرب قبله و الإنسان كلما ابتعد عن الكعبة كلما اتسع الدائرة الاتجاه إلى الكعبة و هذه هندسية معروفة يعني هندسية أما إذا كان ربع الدائرة اللي ذكروها لك هو انحراف إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة لا أن هذه صلوا إلى غير القبلة طيب الحكم الشرعي إذا كانوا والله اجتهدوا و تحروا و كذا ثم تفاجأوا ما عليهم شيء صلاةهم صحية أما إذا قالوا لا خلنا نصلي كيفما اتفق و قالوا يمكن هذه القبلة و هم صلوا يمين و إلا يسار و إلا إلى الخلف لابد عليهم من إعادة الصلاة بارك الله فيك و رضي عنك و ننتظر يعني مداخلتك في قضية ربع الدائرة ما المقصود بها أم عبدالله من العين أعتذر منك و كذلك الأخت منالة من أبو ظبي و أم أيمن من مملكة لأن وقت البرنامج انتهى و زدنا شوي لكن إن شاء الله غدا بحول الله و قوتي أجيب على أسئلتكم المتبقية السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية